اشتركوا في القناة ونص عليها القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فنبارك لأمة حلول هذا الشهر العظيم الشهر ذي الحجة الحرام ونبارك أيضا لمراجع الدين العظام حلول هذه الساعات المباركة العظيمة التي ندب الله سبحانه وتعالى فيها عباده لأداء أعظم المناسك ومنسك حج بيت الله الحرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن نفقنا لحج بيتي في عامنا في كل عام إن شاء الله وحقيقة كما ذكرنا سابقا أن يوم عرف له خصوصية عند الله سبحانه وتعالى هناك أماكن وهناك أزمنة أماكن دعانا الله فيها سبحانه وتعالى للكون فيها لأداء عبادة كما هو قصد حج بيت الله الحرام قصد البيت العتيق لأداء مناسك معينة في أيام شوال وذي القادة وذي الحجة بالخصوص أعمال الحج في شهر ذي الحجة وطبعا هناك أزمن يعني أماكن دعانا الله سبحانه وتعالى فيها للكون فيها ولأداء مناسك معينة وهناك أزمنة دعانا الله سبحانه وتعالى فيها أيضا لإنقطاع عليه ولدعاء المولى الجلي سبحانه وتعالى وهناك ما يسمى بالزمان والمكان يعني هناك يجتمع الزمان والمكان وهو يكون فيه الوقت والمكان لإنقطاع إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه بفنون الدعوات ذكرنا أنه يوم عرفه وبينهم لماذا سم يوم عرفه بيوم عرفه اليوم نقول بأنه من أعظم الأعمال من أعظم الأعمال في هذا يوم المبارك التاسع من ذي الحجة من أعظم الأعمال هو الدعاء أنا ذكرت حقيقة قلت أكون مع الرواية حتى أكون دقيق بيأطرح وسنمر على دعاء عالي المضامين وكبير جدا بقدره وشأنه وعظمته وهو دعاء فقرة لعله فقرة أو نمر على فقرة وفقرتين من دعاء سيد الشهداء بأبو أمي الحسين عليه السلام لكن أمر على الروايات المتعلقة بكلامي بأنه من أعظم الأعمال في هذا اليوم التاسع من الحجة يوم عرفه الدعاء حتى ذكر أنه يستحب الصوم في هذا اليوم ممن لا يضعفه عن الدعاء إذن دعاءه يشكل عظيم أنه يستحب الصوم يوم عرفه يوم التاسع من ذي الحجة ممن لا يضعفه عن الدعاء إذن يشكل عظيم الدعاء في هذا اليوم فأنا مع الروايات سأكون وسبقا بينات أخواني بأني مع مصنف الأستاذ الفاضل الشيخ رافذ الفتال وهو كتاب تعتمد العتبة العباسية في العتبة المطهرة في رياضة المطهرة كتاب منية الراغبين في زيارة إمام الحسين وأخيه بالفضل عباس عليهم السلام للأستاذ الفاضل الشيخ رافذ الفتال يقول جناب الشيخ يقول الدعاء أفضل أعمال يوم عرفه تفتوا أي أخوة لهذا العنوان الدعاء أفضل أعمال يوم عرفه قال وعلى أي حان فقد وردت أدعي أعمال كثير في هذا اليوم لمن وفق فيه لحضور عرفات وأفضل أعمال هذا اليوم الشريف الدعاء تفتوا أي أخوة لهذه العبارة أفضل أعمال يقول جناب الشيخ وأفضل أعمال هذا اليوم الشريف الدعاء وهو يوم قد امتاز بالدعاء امتيازا وينبغي الاكثار فيه من الدعاء للأخوان هنا نقطة مهمة جدا أنه في هذا اليوم في هذا اليوم يوم عرفه إن شاء الله سنشهده بإذن الله تعالى وفقنا الله ليشهدنا يوم التاسع من الحجة إن شاء الله من العمال المميزة في هذا اليوم الدعاء للأخوان بأي طريق وما هو الثواب سأذكر ذلك قال وينبغي الاكثار فيه من الدعاء للأخوان المؤمنين أحياء وأمواتا والرواية الواردة في شين عبد الله بن جندب رضوان الله عليه في الموقف بعرفات ودعائه لإخوانه المؤمنين مشهورة سأذكر الرواية الشيخ فقال عن علي بن إبراهيم فعن علي بن إبراهيم عن أبيه قال رأيت عبد الله بالجندب بالموقف يعني موقف على صعيد العرفات فلم أرى موقفا كان أحسن لموقفه ما زال مادا يده إلى السماء ودموعه تسير على خديه حتى تبلغ الأرض حتى تبلغ الأرض فلما انصرف الناس وقلت يا أبا محمد ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك قال والله ما دعوت إلا لأخواني وذلك لأن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مئة ألف ضعف مثله فكرهت أن أدعى مئة ألفا مئة ألف ضعف مضمونة لواحدة لا أدري تستجاب أم لا المصدر وسائل الشيع الحر العاملي الجزة 13 صفحة 544 وعن ابن أبي عمي قال كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى الموقف أقبل على الدعاء لإخواني حتى يفيض الناس وقال فقلت له تنفق مالك وتتعب بدنك حتى إذا صرت إلى الموضع الذي تبث فيه الحوائج إلى الله عز وجل أقبلت على الدعاء لإخوانك وتركت نفسك يعني أنت تتعب عمال حاج وتبذي الأموال حتى إذا وصلت الموقف تدعو لإخوانك وتترك نفسك فماذا أجابه فقال أني على ثقة من دعوة الملك لي وفي شك من دعاء لنفسي ورواية زيد النرسي فقط نقف على هذه الرواية ثم نمر على فقرة من دعاء الإمام الحسين عليه السلام ورواية زيد النرسي في شأن الثقل الجليل معاوة بن وهد في الموقف ودعائه في حق إخواني في الآفاق واحدا واحدا وروايته عن الصادق عليه السلام في فضل هذا العمل مما ينبغي الاطلاع عليه والتدبر فيه فقد روا ابن أبي عمير عن زيد النرسي قال كنت مع معاوي ابن وهد في الموقف وهو يدعو فتفقد دعاءه فما رأيته يدعني نفسي بحرف ورأيته يدعني رجل ورجل من الآفاق ويسميهم ويسمي آباءهم حتى أفاض الناس قلت له يا عم لقد رأيت منك عجبا قال ومن الذي عجبك ما رأيت قلت إيثارك إخوانك على نفسك في مثل هذا الموضع وتفقدك رجلا رجلا فقال لي لا تعجب من هذا يا ابن أخي فأني سمعت مولاي ومولاك ومولا كل مؤمن المؤمنة وكان والله سيدي من مضى وكان والله سيد من مضى وسيد من بقي بعد أبايا عليه الصلاة والسلام وإلا صمة أذنا معاوية وعمية عيناه ولا نالة شفاعة ولا نالة شفاعة محمد صلى الله عليه وآله إن لم يكن سمعته منه وهو يقول من دعا لي أخيه في ظهر الغيب ناداه ملك من السماء الدنيا يا عبد الله ولك مئة ألف ضعف مما دعوت وناداه ملك من السماء الثاني يا عبد الله جيد عظيمها يا رواي أخواني وناداه ملك من السماء الثاني يا عبد الله ولك مئة ألف ضعف مما دعوت وناداه ملك من السماء الثالث يا عبد الله ولك ثلاثمات ألف ضعف مما دعوت وناداه ملك من السماء الرابع يا عبد الله ولك ربعمائة ألف ضعف مما دعوت وناداه ملك من السماء الخامس يا عبد الله ولك خمسمائة ألف ضعف مما دعوت وناداه ملك من السماء السادس يا عبد الله ولك ستمائة ألف ضعف مما دعوت وناداه ملك من السماء السابع يا عبد الله ولك سبعمائة ألف ضعف مما سألت ثم يناديه الله تبارك وتعالى أنا الغني الذي لا أفتقر يا عبد الله لك ألف ألف ضعف مما دعوت فأي الخطيرين أكبر يقول له فأي الخطيرين أكبر يا ابن أخي ما اخترته ألا نفسي أو ما تأمرني به إذن إذا جد عظيم هذا الدعاء الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم لأخواني في الواقع في الوقت المتبقي فقط أمر على فقرة من دعاء إمامنا الحسين عليه السلام في يوم عرفة وهو ما يستحب أن يدعى به في عرصات عرفات حتى في غير عرفات يدعى بهذا الدعاء الذي هو فيه مضامين عالية من أرى أن يطلع على علاقة حسين عليه السلام مع الله سبحانه وتعالى ما هي كينونة العلاقة ما هو جوهر علاقة رب عبده وكيف تكون فليطلع على دعاء يوم عرفة للحسين عليه السلام فقط أختم حديثي بهذه الفقرة يقول إمامنا الحسين عليه السلام وحقيقة كل فقرة من الفقراء دعاء إمامنا الحسين عليه السلام معاني ومضامين عالية جدا جديرة بالتأمل والقوف عندها يقول إلهي هذا الحسين عليه السلام طبعا ضمن دعاء يوم عرفة إلهي ترددي في الآثار يوجب يوجب بعد المزار إلهي ترددي في الآثار يوجب لي بعد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك كيف يستذل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك أي يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى أغبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عامية عين تفتوا أيها الأخوة الحسين لا يدعو على أحد أبدا أهل البيت قطعم الرحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلى رحمة العالمين النبي الأكرم وكذلك أرسل النبي الأكرم الأمة الأثناء عشر الحسين لا يدعو على أحد ولكن يقول عمية عين لا تراك رقيبا عليها وخسرت أي أن العين التي لا تراك هي في حجاب وكرر الحسين لا يدعو على أحد وأن العين التي لا تراك هي في حجاب عمية عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله لأن نشهد عرفات وأن يوفقنا إن شاء الله للدعاء في هذا اليوم العظيم يوم عرفات ووفقنا إن شاء الله لكون عند أو تحت قبلة قبة سيد الشهداء إمامنا الحسين عليه السلام في ذلك اليوم العظيم يوم عرفات إن شاء الله ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق لذلك إن شاء الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد